افتقار هذه الأراضي للوجود العسكري مهد لتسلل تنظيم داعش الإرهابي في القرى والقصبات في جنوبي وجنوبي غرب كاركوك لتفرض أتاوات على أهالي القرى مع استمرار الخروقات الأمنية في تلك المناطق الأمر الذي أثار مخاوفا لدى السياسيين من حدوث هجرة عكسية من الريفي إلى المدينة تحرك الداعش من جديد بدأت تتحرك وبدأت تصل إلى مواقع وبيوت وقرى قريبة جدا من القوات الأمنية بقرب القوات الأمنية نجد تحصل هناك خروقات والدخول وأخذ بعض المواطنين بمناطق مهمة وقريبة جدا من القوات الأمنية وعلى مشارف المدن ولهذا بدأت اليوم نشعر أن هناك لا هي ليس شعور وإنما حقيقة بدأت تظهر لنا أنه ستكون هناك هجرة عكسية بعد أن استقرت هذه العوائل في القرى وفي هذه النواحي وفي القصبات تفعيل الجهد الاستخباري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن مع الحث على إعمار القرى المهدمة وعودة الأهالي إليها الأمر الذي يقطع السبيل على عناصر التنظيم ويقيد حركتهم الحل لمنع هكذا خروقات أولا بجهد استخباراتي حقيقي رفع عدد القوات الأمنية ما رح يثبت الأمن بالعكس رح تكون هذه نقاط واهنة أمام الإرهابيين بدون جهد استخباراتي النقطة الثانية إعادة الأهالي متى ما وجد البناء وجد الأمن بدون وجود بناء لا يوجد أمن عيد الأهالي ولا تخليها مناطق فارغة ومكشوفة ونقاط ضعف سهلة الدخول والاختراق من قبل المجامع الخارجة عن القانون عوائل قليلة اختارت خطر البقاء في القرى والقصبات التي تفتقد الأمن والبنى التهتية عملنا أن تكون هناك التفاتة حكومية لإعادة إعمار مناطقهم لتعود الحياة فيها لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك سعدون السلطان